الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله كاين وحد الظاهرة حبي تنبه إليها الناس ليقرأوا كتاب الله أو يقرأ ومع دنهار يحب يقلب الصفحة يديرها غدا يدير بالبزاق ويقلب الصفحة هذا كفر وردة لأنه لا يجوز وضع القاذورات على المصحف والبزاق من القاذورات أنا عابل انتانيتك ما عندما يدير والوس ولا عندما الكتاب يا هذا كتاب الله ملأ مدابين الناس ليتصلي وتروح للجامع ويقرأوا كتاب الله كيتقلب الصفحة ما ديش البزاق ما ديش البزاق فهمتوها كذلك المصاحف المقطعة في المساجد كاين بعض المساجد مصاحف مقطعة مدابين جماعة المسجد يديرون هاي يلسقوه ولا كل إنسان مصلي يعطوله مصحف قال هاكا وحداك لسقوا أخدموا جلدوا سقموا وجيبوا الناس مستعدين لهذا أما يخزنوا كاين بعض المساجد فيها صنادق تعكيد مصاحف صنادق قعم قطعة هذي أجزاء مقطعة هذي صفحة مقطعة لا يصح هذا المهم هدى البزاق في المصاحف لا يصح سائل يقول منحت زكاتي لابن أخي اليتيم ليستعين بها على حياته ولكن بعد ذلك تبين لي أنه خاد عني وأنه لا يستحقها وقد استعملها فيما يغضب الله تعالى فماذا أفعل سيدي أولا أنت من باب الإثم لا إثم عليك أنت وليد خوك ظنن منك أنه إنسان صالح وفقير ويتيم ومحتاج أعطيت له زكاتك باش يستعملها يقرى يلبس يسافر يشري هذا هو ظنك كما يظن كل الناس لكن بعد ما أعطيتها له تبين لك كنا نتمنى أن تسأل عنه قبل ما تعطي له ما تبنيهاش أبوك على أساس وليد خوك تكون تبع لك إما قاتلك ولا زوجتك ولا دهت فيهم تيقا ولكن عليك أن تسأل لا بأس لا بأس أنت حملتها على الأصل لأن الأصل في المسلم العدالة والأصل في المسلم الصلاح أعطيت له زكاة ثم تبين لك لا شيء عليك تستغفر كائن علامة يعني قالوا لتعاود خرجها لأنك أعطيتها لغيري مستحقيها ولكن الكائن علامة قالوا لالا ما دم خرجت بوجه شرعي ومعد هو راح استعملها في معصية الله هذا كوليد خوك هو ليتحاسب عليها يوم القيامة وقد أفتع علماؤنا المالكية عليهم الرضا والرضوان أن لو كان إنسان لو كان إنسان يعطي زكاة الواحد ثم يتبين له أنه لا يستحقها يجوز له ينحيها له يجوز له يروح ينحيها له ما دم استعملها ما دم استعملها خلص هو يتحاسب عليها يوم القيامة الله يفكرنا في شهادة الله يفكرنا في شهادة هذا كالسائل يقول ده أموال من الحرام والآن ره تائب تائب توبة نصوحة والناس قالوا له منه منك ما قال لازم يتخلى على أموال الحرام بما فيها المسكن التاع بما فيها أمواله بما فيها ملابس تاع بما فيها السيارة تاع يعني أعوذ بالله من كلمة أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوك فارق ريش وأموالهم من الحرام من الزنا من الخمور من التجارة في الخمر من الربا كان الكافر يدخل في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له شكا تخلى على أموالك لا يقول له تخلى على أموالك وإنما إذا كان عنده عشر زوجات يقول له خلي ربعة واطلق الباقي هكذا هذه ثبت أما يقول له تخلى على أموالك لك أقول لبالله عليكم إنسان في زماننا هذا هاو تخلى على كل ما يملك وعطاهم للناس وماذا يفعل ماذا يفعل قالوا له خلي غرق المكان لترقد فيه شكيف يخلي المكان ليرقد فيه هذا شعالي خليه ميترة يرقد فيها وزوجته وأولاده أنا رأيي والله أعلم اللهم أغفر لي وتب علي وسامح لي إذا عندك مال حلال عيش بمال هذا الحلال وهذا الحرام تخلص منهم أما إذا كان ما عندك شمال حلال أصلا وكان هذا الحرام كثير حاول بهذا الحرام دير تجارة في الحلال وحاول ابنيه ما يكفيك يعني مش مكان يتعقد فيه مسكن وحاجة لي وعيش إن شاء الله وتصدق وأكثر الصدقات وأكثر المبرات وأكثر الاستغفار وإن شاء الله ربي يتوب عليك وأخفر لك هذا الإنسان يقل لي أنك تاجر تعمل مخدرات ودار الملايير والآن رأيه تائب أن يقلت لك بهذه الأموال روح دير مستشفى لعلاج أمراض المخدرات لأن أموال تعمل مرضى هذا لهم مرضى بالمخدرات ذراهم همم عندك أعطاوك ذراهم أعطيت لهم مخدرات هم أعطاوك ذراهم حلال وانت أعطيت لهم الحرام الآن أراك تائب واش الدير وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها روح دير أبني مستشفى لعلاج أمراض المخدرات وإن شاء الله ربي يخفر لك وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها سائل يقول أنا مصاب بإعاقة دائمة ألازم الكرسي المتحرك ولا أقدر على الوضوء فكيف أصلي تتيمم تتيمم إذا كان عندك زوجة توضيك توضيك إذا كنت عاجز عن الوضوء وأنت تلازم الكرسي المتحرك فعليك بالتيمم وإذا كان معك زوجة أو أم أو آخ أو أب ييممك إذا كنت لا تستطيع أن تحرك أعضائك ييمم لك يجوز إذا كنت عاجز عن الوضوء وعاجز عن التيمم فأربعة الأقوال يحكينا مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالكين والقضاء لأشهب فأنا أرى أن تصلي كما قال مالك تصلي بلا وضوء ولا تيمم يجي وقت صلاة بدماغك أنوي الله أكبر وصلي وربي يقبل إن شاء الله إذا أخذ ما أعطى رفع ما أوجب هذه القاعدة أكتبها إذا أخذ ما أعطى رفع ما أوجب ربي يخذلك الصحة يرفع عليك ما يجب ما شي قد تتوضى يرفع عليك الوضوء ما شي قد تتيمم يرفع عليك تيمم والصلاة لا تسقط إلا بذهاب العقل الصلاة لا تسقط إلا بالجنون ما دم فيك عقل واجب عليك أن تصلي شوف رجالة معوق ما يقدر يتوضى ما يقدر يتيمم ويسقصي على صلاة وانت يا رك الله يباعك الصحة على الحصان صحة حصان ولا تصلي ولا تسجد لله سجد ولا تركع ولا تستقبل قبلة ولا تتوضع عايش فقط عايش فقط يأكل ويشرب يأكل ويشرب يأكل ويشرب حتى يأتيك ملك الموت وانهار يجيك ملك الموت تفهم مع شوف قل له زد لي عشر دقائق باش نصلي سبحان الله سائل من قسنطينة يقول السائل تقسنطينة نخلك للحصة القادمة ان شاء الله لانتهاء الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته